التهاب المسالك البولية من الأمراض الشائعة التي تصيب الملايين من الناس وهو عبارة عن التهاب يبدأ في الجهاز البولي ويصيب النساء أكثر من الرجال للمزيد عن أسبابه وطرق الوقاية والعلاج ينضم إلينا من الرياض الدكتور رؤوف سيان استشاري جراحة المسالك البولية في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث صباح الخير الدكتور هو من أكثر الالتهابات شيوعا فما هي الأسباب وما هي الأسباب تحديدا اللي بتخلي المرأة أكثر إصابة من الرجل صباح الخير أولا المرأة بصفاتها التشريحية عندها مجرى البول قصير وذا بيسبب فرصة لصعود الميكروبات من منطقة المهبل والمنطقة بتاعت الشرق أنها تخش في المجرى البول وتصل إلى المسانة وتعمل التهاب المسانة إذن تشريح المرأة؟ فهو في سن النشاط الجنسي فهو شيء معتاد وزي ما تفضلته شائع ولكن إذا حدث في الرجل فده معناه أن فيه مشكلة أخرى لابد أن الرجل يفحص بطريقة دقيقة علشان نعرف إيه السبب كذلك الأطفال اللي هم أصغر من سن النشاط الجنسي إذا حدث لهم التهابات في المسالك البولية لابد من فحصهم والتطقيق في سبب المشكلة ده أهم شيء بالنسبة للمرأة العملية الجنسية هي أيضا هي التي تزيد من فرصة التهاب عند المرأة خصوصا في أوائل الزواج يعني فيه التهاب مشهور أوي اللي هو التهاب المسالك مع الزواج طبعا حين يا دكتور يعني أفهم من كلامك أنه التهاب المسالك البولية سببه الرئيس يعني العملية الجنسية في المرأة في المرأة كلام ده في المرأة في المرأة في سن النشاط الجنسي نعم طبعا في بعض السيدات عندهم استعداد أكثر من غيرهم في حدوث التهاب المسالك البولية الرجل لا الرجل لابد أن يكون فيه مشكلة أساسية يعني مثلا يكون عنده تضخم في البرستاتة عنده حصوات عنده ضيق في مجرر بول نعم دي الأسباب اللي هي ممكن تبقى في الرجل غير معتادة وغير كثيرة نعم طيب دكتور حدثنا أكثر عن الأعراض كيف الواحد يعرف أنه عنده التهاب المسالك البولية الأعراض أساسا هي حرقان في البول وكسرة في التبول وبعد ما المريض أو المريضة يشعر يعني بعد ما يتبول يشعر أنه لم ينتهي من البول الحقيقة البول خلص كله من المسانة ولكن هو إحساس كاذب أنه لسه فيه بول الشيء الأخطر أنه يحدث ألام فيه الجنب وحمة لأنه التهاب المسالك البولية يقيم في المسانة ومجرى البول وده شائع وليس خطير ولكن إذا وصل الالتهاب إلى الكلة هو ده الشيء الخطير اللي محتاج علاج مكسف بعد التشخيص نعم طيب لو الشخص لاحظ هذه الأعراض على نفسه تحديدا مثلا خصوصا المرأة هل لابد سريعا من اللجوء إلى الطبيب أم أنه في وسائل لمعالجة الموضوع في البيت يعني آه هو بالنسبة للمرأة في سن النشاط الجنسي ممكن علاجها بالتليفون حتى نعم وجود أعراض الالتهاب المسانة اللي لها علاقة بالجماع يكفي أن هي تاخد مضادة حيوي لمدة ثلاثة أيام وده بينهي عملية الالتهاب حتى ما تحتاجش عمل مزرعة أو فحوصات دقيقة بالنسبة إذا كان بيعود الالتهاب كتير للمرأة فهي عندها استعداد نتيجة استعداد مثلا أن البكتيريا تلتصق بالغشاء المبطن للمسانة وبالتالي هي محتاجة فحصة أكتر ومزرعة ويمكن تحتاج أن هي تاخد مضادة حيوي بعد الجماع على طول يعني تاخد جرعة واحدة بعد الجماع على طول وإذا تكرر لها الالتهاب مرتين في ستة شهور أو تلاتة في السنة فهي محتاجة يمكن أنها تاخد مضاد وقائي بالنسبة للرجل العلاج مختلف لابد أنه يكون فيه فحص شامل للرجل ثم التشخيص السبب ثم العلاج نعم دكتور خلينا نرجع للأطفال بالنسبة لمثلا خلينا نقول لبنات منهم في بعضهم بيتكرر عندهم هذا الالتهاب إيش ممكن يعملوا وإيش تكون الأسباب بالنسبة للأطفال بالنسبة للأطفال اللي هم يعني صغيرين قوي نقول مثلا الصبيان في أول سنة بعد ميلادهم الأطفال اللي هم لم يحدث لهم ختان عرضة أكتر أنهم يحصل لهم الصبيان صبيان طبعا عرضة أكتر أنهم يحصل لهم التهابات الختان يمنع الكلام ده بعد كده نسبة حدوث الالتهاب في البنات بتزيد كل ما يقربوا من البيوبرتي اللي هي أنهم يصدوا النضوج لا بد أن الأمة وعي البنت إزاي تنظف نفسها إزاي أن هي تغير ملابسها بطريقة تلبس ملابس قطنية تغير ملابسها كتير كمان ما تستخدمش أي منظفات أو حاجة زيادة عن اللزوم ما تقعدش في مية يعني لا أخدوش ما تقعدش في مية في البانيو مثلا تملى البانيو وتقعد فيه حاجات زي كده تأدي إلى بس إيش المشكلة في أنه الواحد يملي البانيو ويقعد فيه أنا سمعت أنه البابل البعث أو أنه استخدام مواد معينة هو ده اللي ممكن يسبب الالتهاب بالضبط لأنه هو الالتهاب في 95% منه صعود للميكروبات من المنطقة بتاعة المهبل والمنطقة بتاعة الشرق إلى مجر البول ثم المسانة أيوة الجهاز البولي عنده دفاع يعني فيه دفاع ذاتي ولكن إذا كان فيه مواد كيموية سواء كانت مطهرات أو غيره ممكن هو يتلف هذا الدفاع الذاتي ويساعد على أن الميكروبات تلتصق بالغشاء المبطن يعني هذا الأمر ينطبق على الصابون حتى يعني حتى على الصابون غير البابل الصابون مستحضرات التجميل الحاجات اللي هي الكريمات أو السبري اللي هو الرش مثلا ديودرانت الحاجات دي كلها فيها مواد كيمائية قد تؤدي إلى ضعف المناعة في المنطقة دي المناعة المحلية في هذه المنطقة نعم طيب دكتور كذلك السيدات اللي هم في ما تفضل 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 هو السيدات كمان اللي هم بعد سن اليأس ما عرفش الاسم الألطف إيه سن الأمر إنما أيها بالزبط الإيستروجين اللي هو الهرمون الأنسوي الست بتفقده وبيؤدي إلى جفاف في مجرى البول وجفاف في المنطقة بتاعة المهبل وإذا بيؤدي إلى أن المناعة الزاتية المنطقة دي تقل والجرسيم الميكروبات تكتر ولذلك المرأة في هذا السن إذا تعرضت إلى التهابات متكررة محتاجة تذهب إلى طبيب الناس عشان يديها كريم من الإيستروجين تحت إشرافه وعلشان يرجع الصحة بتاع المنطقة دي إلى مستقف دكتور سريعا ما مدى فعالية عصير الكرامبري في علاج وفي وقاية سريعا لو سمحت الكرامبري يعني وقاية مش علاج يعني الكرامبري كاستين في اليوم وقاية للسيدة اللي هي بيجي لها التهاب متكرر مش أي واحدة وإنما لازم تعرف أنه ممكن يحصل لها اضطرابات هضمية أنه في تفاعل مع أدوية التخصر يعني مش لكل الناس الكرامبري جونس طيب نود أن أشكرك على وجودك معنا من الرياض كان معنا الدكتور رقوف صيام استشاري جراحة المسالك البولية في مستشفى الملك فاصل التخصصي ومركز الأبحاث شكرا شكرا